خلي أروح لقايمة شرف منتخب مصر وقايمة اللي شرفتنا والناس كلها فرحانة وسعيدة جدا جدا بيجدا بيها عبد الرحمن حميد لعب الناد الأهلي وعمر عطية مهاب سعيد ياسر سيف ياسر حسن وليد وسيف هاني يوسف علاء عبد الفتاح علي أحمد هشام السيد أحسن لاعب في العالم وعمر لطفي ومازن رضا وابراهيم السيد محمد سمير مؤمن حسام ويوسف حسن زياد أحمد فعلا كان مهم جدا جدا لأنهم من أول بطولة وهم ماشيين في إطار فعلا عالي جدا الجمهور بدأ يتفاعل معهم من مباراة لأخرى وفضل يزيد الأمور لغاية المباراة النهائية دي كان التكتب فيها عالي للمتخب ألمانيا فعلا في قوام لعيبة محترمة جدا 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 عندهم بكلفة قوي جدا عندهم حارس مرمى لنزل التاني كان قوي جدا لكن في الآخر أمتعونا وأسعدونا في منتخب مصر مبارح في مخدونيا وكل الفخر وكل مباركة ليهم وزي قدامنا في الصورة هو ياسر محمد في الصورة وراء مؤمن حارس المرمى مؤمن حسام وكل اللاعبين لازم نشوف صورهم ولازم نعرفهم عمر عاطية لازم نشوف صورهم جدا 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 قدامنا عمر الجيار ولعيبة كبار جدا في وقت قصير جدا 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 مازم رضا فعلا كل الفخر ليهم يوسف حسن ونكمل كده ونستعرض لازم نستعرفه عبد الرحمن حميد حارس المرمى العظيم اللي قال هنا عندنا في حديث في قناة الأهلي قال يا كابتن عايزين نبقى مشهورين أو نبقى عندنا الإعلام يهتم بينا أعتقد عبد الرحمن أمنيتك تحققت اللي انت قلتها هنا عندنا في القناة ولو عندنا التعليق ده يريد نجيبه حسن وليد لعب نادي الشمس وإبراهيم السيد وياسر يوسف علاء أحمد هشام السيد أحسن لاعب في العالم وجايل عقود احتراف كبيرة جدا في فرنسا ومهاب سعيد لاعب النادي الأهلي وعبد الفتاح علي لاعب نادي سبورتينج زياد أحمد لاعب نادي الجيش وفعلا نجوم كبار محمد سمير لاعب نادي الزمالك وكلهم ولدنا وكلنا فرحانين بيهم وفعلا وادي مجدي أبو المجد المدير الفني الحائز على بطولة العالم في مقدونيا بباركله جدا 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 فرحان لهم جدا جدا فعلا حاجة تساعدني جدا أنا من أسرة دي وأسرة كرة لد المصرية فعلا على مدار التاريخ بتشرفنا ودايما وصلوا لمراكز كثيرة جدا رابع العالم في 2001 وفي التصفيات الأولمبية وصلنا الخامس وسادس العالم ففعلا حاجة مشارفة جدا جدا بباركلهم كلهم ولسه عندنا لقاء إن شاء الله يعني قريبا جدا النهاردة مع كابتن علاء السيد اللي هيكون معنا في جوة في الستيديو النهاردة وهنتكلم كثيرا جدا عن إنجاز كرة اليد المصرية وبطولة العالم اللي بتخش للإطار المصري